بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان الخمس أيام الماضية خلاص تكلمنا عن بناء الزات العبد المبدود القرآن هو اللي بنى كل ده القرآن هو اللي نور الزوات نور الزوات بمعرفتنا بخمس حقائق حمس حقائق لو عرف الإنسان عبى إنسان ذاته منورة عندما يعرف أنه عبد ممدود عندما يعرف أنه عبد مكرم عندما يعرف أن هذا التكريم أيضا لم يترك ولكن أضيف إليه أنه مدبر له ولابد أن يكون ساعيا لكي يستثمر كل هذه الأنوار ثم بعد ذلك ينغمس في هذا الوسع الذي كتبه الله له هذا الإنسان جاهز للنوى يعمله جاهز أنه يتحرك إلى الحياة يتحرك إلى الحياة أول حركة للحياة لهذا الإنسان بتكون في المساحة القريبة منه وهي مساحة الأسرة مساحة الأسرة هي الملف الثاني اللي هنتكلم عنه واللي هنرجو إن إحنا نستطيع إن القرآن يبنينا فيها وأول حاجة بيبنيها القرآن فينا في معنى الأسرة إن الأسرة قيمة يعني إيه إن الأسرة قيمة؟ واحدة واحدة معنى إن الأسرة قيمة معناها إنه معنى متى أضيفت إليه الأشياء ارتفعت مكانتها يعني إيه؟ لما أقول لك الأسرة فتقول لي والله ده شيء جميل أوي لما أقول لك مثلاً الاجتماع الأسري آه يبقى إذا اجتماع خاص ما كانت عالية مش حاجة تفهى طب الأسرة جابت هذا المع هذه القيمة منين؟ هذه القيمة المباركة التي حدست للأسرة إن الأسرة أقرب مكان يمكن أن تتجلى وتظهر فيه الزات المنورة التي تكلمنا عنها وعشان كده الأسرة هي محل للقيم المباركة التلاتة اللي هي الرحمة والسكينة والمودة وعشان كده يأتي قوله تعالى في بدايات الكلام في بدايات سورة المائدة ويأتي قوله تعالى الآية التي سنتكلم عنها اليوم وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واحد يجي يقول لي هذه الآية تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن التعاون على البر والتقوى وإحنا الآن بنتكلم عن مجال الإيه؟ مجال الأسرة وأنت تقول بأن الأسرة قيمة نعم الأسرة قيمة قيمة لماذا؟ لأنها هو أول مساحة أستطيع أن أتحرك فيها لكي أمارس فيها ماذا؟ لكي أمارس فيها فاعلية العبد المنور فتبتدي فين؟ وتعاونوا آه تعاونوا يبقى فيه اتنين بقى يبقى فيه على الأقل اتنين هيتعاونوا ولذلك هتجد وتعاونوا على البر والتقوى هتجد أن البر البر في الناس عندما يتحول إلى العصر يتحول إلى مواد ورحمة يبقى إذن هو يتكلم عن البر والتقوى والبر والتقوى هو الذي به يكتمع السكينة والرحمة والموادة السكينة والموادة والرحمة بيساووا البر والتقوى يبقى وتعاونوا على البر والتقوى يعني عيشوا في سكينة وفي موادة وفي رحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هكذا قال الله سبحانه وتعالى وعشان كده على اللقاء ده نفهم من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم موادة ورحمة فالزواج أول مقتضيات سكن الأرض على فكرة الزواج ده هو أول علاقة كانت على الأرض وهي أكمل علاقة بتكون ما بين البشر وهي أطول علاقة ما بتكون بين البشر وعشان كده كان أهم تطبيق للتعاون على البر والتقوى كان الزواج بس الزواجي الزواج القيامي مهم أول أن احنا نفهم حكاية الزواج القيامي دي إن الزواج هينتج إذا كان الزواج قيامي هينتج معنى الأسرة والأسرة هي الحالة التي تتكون من الزواج فالأسرة نفسها بتتحول إلى قيمة يعني إيه؟ يعني لما أقولك أنت إيه أول ترتيب تلت قيم عندك تقولي الحب والمسئولية والأسرة هي الأسرة ملا آه لأن إحنا مفهومنا عن الأسرة إن الأسرة قيمة الأسرة مش محل للجواز بس لا ده الأسرة قيمة أستطيع أن أقول الحب الأسري أستطيع أن أنا آه أستطيع أن أنا أوصف الأشياء بالأسرة لأن الأسرة انتقلت من كونها حالة إلى كونها قيمة معقولة؟ أيوة وإحنا للأسف أكبر حاجة بنواجهها في حياتنا دلوقتي هو إهدار قيمة الأسرة هي الأسرة قيمة؟ نعم الأسرة قيمة واللي إحنا بنعمله ده من أجل الأسرة ده بنعمله من أجل القيمة زي ما واحد بالزبط بيعمل كل مجهوده عشان يحافظ على قيمة الأمانة فما يغشش فما يسرقش عشان يحافظ على الأمانة وكذلك هو بيكتهد عشان يحافظ على الأسرة لأن الأسرة في ذاتي هي قيمة فالستة لما بتحافظ على بيتها والراجل لما بيحافظ على بيته بيحافظ على بيته لأن الأسرة قيمة وعشان كده لازم نعرف أن سيدنا قدم لما استوطن الأرض كان يحتاج إلى الزواج لكي ينتمي إلى الأرض فالزواج جزء من مفهوم الحياة والأسرة جزء من مفهوم الحياة بالعكس احنا بنفهم أن الأسرة أحد أهم الحوافظ والحواضن للحياة يعني لو تصورنا أن الأسرة تروح إيه اللي يحصل؟ الأسرة الحياة تروح وعشان كده لما كنا بنقوم الأفكار لهذا الدامة اللي بتحاول تهدم خمس حاجات اللي هم الفايف اندز وتنهيها كان أحد النهايات اللي هم عايصين يخلصوا عليها الأسرة وعشان كده احنا ليه متمسكين بالأسرة؟ لأن الأسرة قيمة ونفضل نقول أن الأسرة قيمة والأسرة مش متعة ولا لزة لكنها جزء من مفهوم الحياة لأنه مش بس بيسببيننا التكاثر والناس لأنه ممكن الناس ما يخلفوش في الأسرة لكن لأنه بيوجد معاني في الحياة لا تكون إلا مع الأسرة ولذلك تلاقي أنت لما تتجاوز ما تبقاش بتفكر كفرد بقيت بتفكر كزوج فبقى خلاص الجزء الآخر التكوين الآخر بقى جزء من شخصيتك أنت بتفكر كزوج وعشان كده يبقى مفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي بقى جزء من شخصيتك يبقى لازم نعرف أن معاملة الزجيل لبعض أعلى درجات العبادة وحضرت النبي قال كده واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة وهي كمان من أعلى درجات العبادة لأن احنا عندنا قاعدة في الفقه وقاعدة في الشريعة بتقول أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل دي نار ينفقه الرجل دي نار ينفقه على عياله واللقمة ترفعها في زوجتك صدقة وللأسف الجيل اللي احنا بنعيش معه دلوقتي عنده مشكلة في العلاقات بعمة عشان هو بيعايش فردانية وبيتمحور حول ذاته عشان كده لازم يتعود على الاندماج في الأسرة عشان بالتالي هيقدر ينتمج في الدائرة الأوسع ويدارة المجتمع فإذا هو ما قدرش ينتمج في الأسرة ما تطلبش منه انتماء فلذلك أول انتماء لازم نحفز الناس إليه هو الانتماء للأسرة باعتبارها ايه؟ عفض العيد طول الحلقة باعتبارها للأسرة قيمة ولذلك اخترنا النهاردة الجزء من الآية السادس من الآية في الجزء السادس من سورة الآية التانية من سورة المائدة وهي وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ليه يبقى؟ يبقى إذن هذا التعاون يأخذنا إلى هذه الدوائر المتعددة يبقى أول داير عتق بنا هي داورية الأسرة فلو تعاون الإنسان في الأسرة هيقدر يتعاون في المجتمع وهيقدر ينتمي إلى الوطن وهيقدر يعمل دا وذلك الطائرات المتطرفة والطائرات وأصحاب التدين الكمي كان عندهم مشكلة إنهما لازم يختطفوا الأولاد من أسرهم فالأسرة لازم نعرف حاجة مهمة جدا عشان نعرف إن الأسرة إيه اللي خلها قيمة؟ إن الأسرة مولود جديد والأسرة مولود جديد بيضيف إلى المجتمع آه بيضيف إلى المجتمع قيمة إضافية يبقى إحنا لازم نخلي والرب الناس في كل أسرة جديدة إنهما يبقى قيمة إضافية في المجتمع فلازم نعتني بالأسرة عشان تكبر ويبقى فيه قيم إضافية وتكبر بشكل صحي ويبقى العناية بيها بتيجي من البر والتقوى وما يكونش بر وتقوى إلا بأب رحيم وأم رحيمة وبينهم مودة ورحمة دلوقتي بنشوف الزوج بقى بيرجع بالميت بتأخر زي ما بيقولوا كده بيرجع وهو مستوي فزوجته تحطوله الأكل يأكل لوحده وما يشوفش أولاده ولا يأكل معاه ولا الأولاد يروحوا ويقعودوا مع أبوهم يدوبك هو بيروح يطلب منهم أنه يأكل فيأكله وهم يدوبك بيطلبوا منهم مصاريفه بس هو ده اللي بيحصل بس ده مش هو ده المفهوم الصحيح عن الأسر زي ما قلنا عشان ما يبقاش فيه أي قطيع في الأسرة لازم يبقى فيه اندماج وبقى الناس فردانيين بدرجة عالية زي ما قبل كده تكلمنا كل واحد بيقعد في قطه ما فيش حد بيقعد مع التاني فكان لازم أن الأسرة كلها تتجمع على صفر واحدة ويأكلوا سوا مع بعض ويحسوا أنهم مسندين وعشان كده فيه شوية إجراءات لازم نعملها عشان نحس بالكلام ده كله أول إجراءات لازم نعمله أن احنا في رمضان بالذات رمضان بيحب اللمة مش بس بيحب اللمة رمضان بيحب الأسرة تاني رمضان بيحب الأسرة عشان كده فيه صلة أرحام وعشان كده لازم نبتدي بأن الأسرة كلها تتجمع كل يوم على الفطار وبحمد للمصريين عادتهم إنهم يتجمعوا على الفطار ومحدش يغيب من الأسرة دي لازم يتجمع على الفطار تاني حاجة لازم نتكلم عنها كمان إن كل فرد من أفراد الأسرة لازم يشارك في البيت إيه اللي يعمل السلطة واللي يجيب العيش ويحضر السفرة ده أشياء مهمة جدا جدا عشان نعيش مفهوم الأسرة وكمان لازم كمان يخلي بنا إن مفهوم الأسرة كل واحد فينا لازم يقول لحد كلام إيجابي عنه عشان يحس إنه هو مندمج معاه خلينا كمان نجعل البيت جزء من عبادتنا ونخلي كمان ليه حظ من الصلاة بتاعتنا وليه حظ من صحورنا ونعمل الكلام ده على إنها عبادات نكمل كلامنا كمان على إن إزاي الأسرة تفضل قيمة والإجراءات اللي نعملها في رمضان ونستثمرها في رمضان عشان تفضل القيمة دي قيمة إضافية في حياتنا وتفضل للأسرة محافظة على كياننا وتفضل للأسرة كمان محافظة على إيماننا الأسرة مش جاية عشان تحافظة على الكيان فقط على الإيمان يا رب جعلنا من المؤمنين المحافظين على منة رب العالمين اللي هي الأسرة بعد الفاصل نكمل كلامنا عن قيمة الأسرة ونتلقى أسئلاتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنى صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلاتكم المباركة وتفضل جسر من النور يمد مجالس العلم عشان نفضل من أهل الزكري ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى خلينا نقول بس ونأكد على أن احنا أول حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الأسرة ودي الحلقة الستة من حلقات رمضان وبعد ما تكلمنا عن بناء الإنسان بناء ذات الإنسان وإزاي الله سبحانه وتعالى بنانا وانتقلنا عشان نقدر نوسع مجال عمل الإنسان ومجال حياة الإنسان فقبلتنا أول دائرة هي دائرة الأسرة ففجئنا أن الأسرة دي مننا ربانية فأصبحت الأسرة لأنها مننا من عند الله قيمة ولابد أن احنا نحافظ عليها وأول حاجة لازم نحافظ عليها هو الاجتماع الجسدي لازم نكون مجتمعين مع بعض ويا سلام بقى لو أن الاجتماع الجسدي ده كان اجتماع على عبادة زي عبادة الإفطار في رمضان لازم نرجع ده فرصة رمضان أنه يرجع ده الحاجة الثانية أنه لازم كمان عشان نقدر نرجع للأسرة كقيمة لازم نشارك بعض في الأسرة ونحس كل واحد فينا أنه منتمي لهذا المكان فعملنا في البيت مش المقصود بي أن واحد يجيب العصير ولا واحد يعمل السلطة ولا واحد يجهز المخلل مش ده المقصود ولا واحد يسخن الأكل ولا واحد يسخن العشب مش ده المقصود المقصود في الحقيقة هو أن احنا نحس بانتماءنا لهذا لهذه الأسرة مش لهذه الشقة ولا لهذا البيت لهذه الأسرة ودي حاجات مهمة جدا على قد ما هي صغيرة لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نشتغل عليها هي مسألة أن نجعل حظا في هذه البيوت لعبادتنا وياريت العبادة تكون عبادة مع بعض وإذا ما لقيناش أن احنا خلاص كلنا صلينا الترويح في المسجد نرجع تاني ولو نعمل مجلس للذكر ونصلي على حضرة النبي أو نذكر الله أو نحمد الله أو نستغفر لازم نعمل هنا عبادة مشتركة عندنا ويا سلام لو يبقى عندنا مجلس في رمضان نجتمع فيه على فاهم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول إزاي حياتنا بعد رمضان ممكن تكون فيها اجتماع وفيها نصيحة وفيها دعم من كل واحد فينا للتاني ويبقى عندنا تقوى بقوة الإيمان كل واحد فينا بيدعم التاني ويا سلام لو كل واحد فينا يبتدى يقول للتاني هو محتاج منه إيه عشان يكونوا مع بعض متعاونين ويكونوا من أهل إضافة قيمة الأسرة ويبقى كل واحد فينا ماشي في الطريق وماشي في حياته وهو أسرته وراه أسرته وهي نعمة ربنا سنده ومدده ودعمه يا رب جعل أسرنا دايما سندنا يا رب العالمين معانا الأستاذ محي من الفايوم أستاذ محي وعليكم السلام ورح أطلوكاته إزايك أستاذ محي تفضل 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 ربنا عزك يا رب صوتك صغير صوت صغير حاج محي عضطر أقول لك حاج محي معانين سويا ربنا يديك الصحة والعافية الله يخليك أمون لسه شباب أنا بقى علي مشكلة في الزاء ومشكلة في عضلة القلب طيب البكاترة تمام الأجموعة بني أجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا رب البكاترة أجموعة الفطار بس أنا بصوم الحمد لله رب العالمين ليه يا حد موحي بس هال البخاخة ليه بتزوني حد موحي البخاخة اللي أنا بخدها البخاخة اللي أنا بخدها تفطر ولا صحة طيب بس أول حاجة الدكاترة أقول لك فيه يعني اسمحني اسمحني أنا صديقك أنا يعني بس أل حضرتك سؤال هو دلوقتي فيه خطر على صحتك ولا لا 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 أنا بالنسبة ليه متاح بس المشكلة البخاخة طيب البخاخة استعمل بخاخة الرابو لأن اللي بيدخل من بخاخة الرابو ده معفو عنه ومميروحش في مسار الجوف اللي بيوصل فيه الطعام فإن شاء الله خلاص استعمل بخاخة الرابو ومش هتبقى فاطر طيب الحد أخر حاجة ما بقدرش أنت من الدول الخامس وروح للمسجد مني تعبار الرجلي يعمل عمليات ضعي صلي في البيت صلي في البيت وإن شاء الله ربنا نديك السواب وإن شاء الله يعظم سوابك إن شاء الله حاج موحي بني باركك إن شاء الله بني عزك حاج موحي بارك الله فيك يعني عدو البخاخة عادي يعني آه يالله يا سيد ده اللي استقرت عليه فاتوة داري اللي فتاة المساوي أستاذ أحمد من القاهرة أستاذ أحمد أيوة تفضل يا سيد السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عند رضع و سبعين سنة شاب يعني حاجة أحمد نعم شاب يعني الحمد لله أحمده وأشكره على أفضل وعلى نعمه علي يا رب إن شاء الله تفضل حاجة الحمد لله الله يبرك لك بستأذنك صدرك يكون وزع معي شوية يا الله توكلنا على الله أنا ما بمشيش الحمد لله وعيش عي ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله فبستأذنك إنت قلت حدوتك في مبارح إن الأنسلين مايفطرش أيوة سيدي أنا باخد نوعين من أنسلين ودكاتر أكثر من الدكتور قال لي لازم تفطر لا ببصي حاجة أحمد ده في فرق ما بين لازم تفطر اسمه بس في فرق ما بين لازم تفطر وإن الأنسلين بيفطر الأنسلين ما بيفطرش بس أنت لازم تفطر عشان صحتك في فرق ما بين ده وده الحمد لله الحمد لله أحمد واشكوره على أفضل طيب عايز تسألني فيه بقى يا حجح تصدف بالنسبة حضرتك الله يبارك لك أنا ما بمشيش عشان أعمل عملية المفصل والكسر بالسكر جالي غايبوبة فالمفصل بتاع الحض الكسر ربنا يجمع لك من تمام الأجر والعافية تفضل اللهم أمين يا رب العرش العظيم فأنا ما عملت غيرت المفصل طلت مرته برضو جسمي مش قابل فما ما تحركش بمشي بمشاية داخل الشقة عشان أنا بخدم نفسي بالنفس الحمد للرب العالمين تبسألني سؤال بقى يا حجح السؤال هل أنا فيه زكا عادي غير الستمائة جنيه اللي أمه دول وهل الأقربون أولى بالمعروف انت بتسألني دلوقتي انت تفتر بقى خلاص أنا بلا أنا تفتر على طول خلاص بعد كم سنة بعد أربع خمس سنين على كده آه يا حجح أطلع الستمائة جنيه اللي هم عشرين جنيه عن كل يوم والأقربون أولى بالمعروف ودلهم الفلوس دي أخوك أولاد أخوك أولاد أختك ادلهم الفلوس دي وربنا يبارك إن شاء الله أستاذة ما هتتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل رمضان وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام أمين بعويتك كده ربنا يفرح كل البنات ويسعيدني يا رب كده يا ربي فرحهم كلهم مرة واحدة كده يا رب الله مأمين اتفضل سؤال بس الطرح علي مبارح وأنا كنت في الجامعة أخواتي بقاعدين في الجامعة بعد التراويح ففي حد يسأل سؤال كده أنا بقيت مستغرابة رب الفعل يعني واحدة بتسأل بتقول لوحدة لو حد زنى في رمضان واستغفر ربنا بس بعد الفطار يعني زنى بعد الفطار يعني إيه؟ فا حد قلت لها أبسط حاجة أن هي تروح تعمل عمرة أو يروح يعمل عمرة ولو ربنا قرم يعني الحجة يستغفر ربنا فهل الكلام ده صح فأنا من فيه خلق أول حاجة قبل ما جاءوا على السؤال ده ممكن تقفلوا المجامعة الفقهية اللي أنتوا بتفتحوها في مصالة السيدات دي الله يستركم عشان بس إيه؟ عشان إحنا في رمضان الله يستركم بلاش المجامعة الفقهية دي لأن في الأخي خالص بيجونا والله اللي بيجو يسألونا يقولنا إيه؟ المشايخ قالوا فأعود دور على المشايخ قالوا إيه؟ فبيطلع المسألة زي ما حضرتك قلت كده بالزبط فأنا شاكر لحضرتك أن أنت قدمتنا مصدر من مصادر إيه؟ الفاتو فأنا أقول لحضرتك الفاتو غير الصحية لا يا ستي هو لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى هو مش لازم يعمل ده كله هو لو تاب إلى الله طوبة نصوحة يكفي أنه تاب إلى الله وأناب واستغفر وتاب هو دوت والتوبة تقبه ما قبلها وما نقفلش أبواب الرحمة ولا أبواب الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوبة جميعا آه طبعا يعني معصية في رمضان بهذه بهذه كبيرة زي الفاحشة ده الزنة اسمه فاحشة فلذلك آه ده كبيرة ولكن ليست معنى كبيرة أنها كبيرة على الله الله يغفرها يغفرها سبحانه وتعالى ولذلك وإيه يستغفر إيه وتقول له لازم يعمل عمر أو لازم تعمل عمر فتأجل التوبة وتفضل في حصرة أو تفضل تحس أنه مش تقدر ترجع لربنا لأنها مش تقدر تعمل عمر لا ما يا جسد ده أرجوكم ارحموا الناس وردوا المسألة واسألوا أهل العلم المسألة ببساطة خالص تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكتهد في العبادة مش لازم يروح يعمل عمر الناس اللي بتروح تعمل كده هي بتروح عشان هي عايزة ترتاح نفسيا لكن أما وإنه يعرف أن ربه واسع وأنه ربه كريم وأنه ربه غفار للذنوب وخاصة في مثل هذه الأوقات في رمضان يقبل على الله سبحانه وتعالى ينكسر قلبه لعل ربنا جعله يفعل هذه المعصية عشان ينكسر قلبه فلا يعصي الله سبحانه وتعالى بعدها أبدا وعشان كده بس لا مش لازم عشان يتوب يروح يعمل عمر لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يقول استغفر الله العظيم توبتوا إلى الله وعزمتوا على أن لا أفعل هذه المعصية أبدا وأنت يا من تسمع استغفاري على ما أقوله شهيد وبس وينطلق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب من عبادة واستاذة مننا من القاهرة تتفضل السلام عليكم زي حضرك يا شيخ عمل ايه وعليكم السلام عليكم رمضان الكريم علينا وعليك يا رب علينا وعلى حضرتك وعلى كل الناس معلش ما عندي سؤالين تفضل يا فانت أول سؤال أنا اختفالت من الحيط والحمد لله تتفلي لكن رجاءة لقيت فيه إصراضات بني فأنا شفت فيديوهات كثير فيديوهات تقول لي عشان خاطر تاني 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 يعني في مصلى السيدات في فيديوهات ممكن تسأليني سؤال على طول كده هل الفضاءات البني بعد الظهر تمنعني من الصوم ولا لا السؤال بسيط خالص هل فيه أو هل مدة الحيط بتاعتك انتهت هل انت رأيت القصة البيضاء هل رأيت القصة ولا إيه اللي حصل انت عندك انت عندك الأول انت مميزة فعرفة أوصاف حيدك وعرفة زمن حيدك وكده هم خمسة أيام بس بذيت يوم بذيت يوم بالإصابات البني اللي أنا بقول حضرتك عليها ما دلوقتي بس انت خمسة أيام طول حياتك ما بتتغيرش طيب الحيات دي بقى كانت متصلة وانا انقطعت ورجعت وجدت تاني متصلة وقوتي وقوتي لا يعني قوات خلاص ما مفيش طيب انت بتعرف بتعرف الطهر بالقصة البيضاء ولا بالجفوف 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 فانت لقيت فيه جفوف وبعد الجفوف حصل له أيه بزبط يعني هزي افلسات بعد الجفوف أيه وانت معتادة طول عمرك ان انت بتعرف بتعرف الطهر بالجفوف دي حقيقه خلاص دي هتكون في حكم الاستحادة وعليك ان انت تستمر في صيامك وفي صلاتك ان شاء الله متشكرة جدا معلش السؤال الثاني تفضل وديت كتب تصلي وحد ندى عليها فقطعت الصلاة وردت كان عليها إثم ولا لا هي ابطالة صلاتها بس عليها إثم هي لو كانت طيبة ومش عارفة ان دوة الله سبحانه وتعالى قال له لا تبطلوا أعمالكم فهي كده ابطالة عملها ابطالة صلاتها فهي اذا ما كانتش عارفة الله سبحانه تعالى ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة ومستكروه عليه بس الامر دو ده معلوم من الدين بالضرورة ان هي ما تخرجش من الصلاة ما تردش عليها ولا حاجة خالص تتوب إلى الله سبحانه تعالى وتعيد الصلاة اللي هي عملتها أم عمر تتفضل عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤالين لحقيتك بعد إذنك تفضلي هو أول سؤال لو الدورة الشهرية جات وخلصت وبعدها بيومين ثلاثة جيه تاني بس مش هي يعني ده يفتق السؤال لو جات بنفس الأوصاف لا أم لإيه جات في أي شكل يعني هم يومين وخفيفة جدا لا معلش خلاص أنا دلوقتي شفنا القصة البيضاء أو حصل طهر ولا لا آه أيوة هي خلصت وانتهت وآخر حجبت فيها اللون الأبيض وبعدها بثلاثة أيام يومين كمان وخفيفة خالص بس يعني أني شفت القصة البيضاء وبعدين جات دي خلاص ده خلاص بقى كده إحنا بقى عندنا طهر ولو جات بعد كده جات بنفس الأوصاف ولا بقى أوصاف تانية بقى أوصاف تانية يعني لا فيها نفس الريحة ولا نفس القوة ولا في نفس الشدة ولا نفس اللزع ولا كل الكلام ده كل لا 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 خلاص دي بقى دي استحاضة وكملي أنتي وكملي دوت طب سؤال كمان بعد إذن حضرتك تفضلي هو اللي يقوم يصلي الفجر يعني بينه يصلي الفجر وبعدين السنة اللي هي إيه طب لو أم تأخر على تسعة عشرة يصلي إزاي السنة الأول أو الفرد هقول لي حضرتك يعني موطي تشرح لي حضرتك هجاوب على حضرتك حضر يا فن انت حضرتك بتقولي إذا 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 إنتي قومت تفضلي آه في سؤال ثالث أنا أنا سمعت سؤالك أنت بتسألي لما أنا أصحى قبل صلاة الفجر أصلي إيه هتصلي 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 سنة الفجر ركعتين الفجر وبعدين هتصلي صلاة الفجر والصبح اللي هم حاجة واحدة لأن صلاة الفجر والصبح حاجة واحدة ولقبل يوم ركعتين الفجر دي أنتي بتقولي بقى لو صعيت الصبح هل أصلي ركعتين الفجر الراجح إن أنت ما تصليتش ركعتين فجر تصلي صلاة الصلاة الواجبة اللي عليكي اللي هي صلاة إيه صلاة الفجر خلاص أستاذ حسامي تفضل أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله الحمد لله بل حدثك أنا عندي كنت اشتكيت قبل كده برضو قلت أنا عندي سوفير ديبريشان ديبريشان الجمد يعني موزمن وعني يعني موما في المغرب يعني لا أستطيع إنما أصوم يعني لأن الأدوية بتاعته كتير جدا وكلها الحاجات لازم تتخذ الشيء تمام آآ فأنا آآ يعني كنت عاوز أعرف وده كاترت حضرتك قالت لك ما تصومش معلش ده كاترت حضرتك قالت لك ما تصومش حسام نعم الدكتور أنا ما الدكتور لا سامحني إن أنا ما تصومش يعني الدكتور قال لك ما تصومش أه طبعا طيب أنا باخذ بل أدوية قوية جدا طيب فأنا إزايها أقدر أخذها وأنا صغير بس فعشان تدي اليوم يعني طيب بس أنا دلوقتي الكلام ده أنا أقوله معي كذا سنة كتير يعني مش عاوز أقول الحاجات عشان ما همش نتكبر طيب من الأمراض دي بس فأنا عاوز أعرف أنا يعني عاوز يعني أعمل إيه مقابل القرض أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك حاضر أجاوب على حضرتك أستاذ حسام أستاذ حسام أنا بقولك أن أنت تكسر من الصلاوات وتكسر من النوافل وتكسر كمان من الصلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر من الصداقات لأن رمضان بيحب الصداقات وتكثر كمان من تلاوة القرآن لأن القرآن بيحب رمضان ورمضان بيحب القرآن كل دي كل ما تكثر من ده كل ما ربنا إن شاء الله يملأ قلبك بالنور وعلى فكرة إن شاء الله أنت تأخذ نفس السواب اللي أنت كنت أتخذه حتى أنت وصايم لأن دوة قضاء الله سبحانه وتعالى عليك فربنا سبحانه وتعالى مش هيجري عليك أذر قضاء ويمنعك السواب فإن شاء الله يكتب لك السواب وإن شاء الله كل هذه الأعمال الصالحة تكون باب باركة ونور عليك إن شاء الله ويحصل لك الأنوار التي كانت في الصيام إن شاء الله أستاذ مهة أستاذ مهة لسه عندها سؤال تاني تفضل يا أستاذ مهة أيها حضرتك أسالت وفعلي من جديد من كمين كريم يا والله تفضل يا حضرتك دلوقتي أنا عايز أسأل على حاجة مهمة جدا أنا أمي ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب وبتصلي بكل والله أحد وكل عوض رب الفلك وكل عوض رب الناس لو أنا قرأت القرآن أولا 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 الصالحة دي بتاعيتها بتبقى نفع عشان هي بتصلي بس بالثلاث سور دول حتى بتصلي الترويح بيهم ولو أنا قرأت القرآن وختمته بس بوهبه البابا اللي يرحمه وبوهبها لها يعني أقول مثلا إيه بنية إن ماما بتقرأ معي مثلا طيب بس يا طبعا ما بتعرفش تقرأ يعني لو أريت تقايا ما بتعرفش تقولي التانية طيب هل صح ولا غلط هجاوبك حاضرت في سؤال تاني عشان مش هيفله عليك شفت إزاي شفت إزاي آه عاد السؤال اللي بعد أنا عندي مبلغ عشان ربنا يكرني ربنا ما أتجوز وشالاء وشالاء في البنك آه وعمل دي شهادة اللي هي طبع الرئيس اللي كان عاملها وبيجي لي عائل مسلا شهري آه هل المبلغ ده أطلع منه زكاة مال أنت عندك فلوس غير ده عندي إيه عندك أموال غير الشهادة دي لا لا هي المبلغ وعمل دي شهادة آه يعني عندك حالة بتنفقها منها غير دي آه عندي أه مرتدي أنا شغالة مرتدي آه طيب عجابة على حضرتك لكن أنت الفلوس دي شايلها عشان الجواز آه لما ربنا يكرني نجوز بيها بس طبعا أنا يعني العمر عدة طبعا إن شاء الله ربنا يبلغك الأمل أول حاجة بس عشان ما نساش آه صلاة والدتك صحيحة وأخبريها بأن الله يحبوها لأن جوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوله آه إحنا عندنا الإمام اللي بيصلي بينا ما بيصليش غير بكله والله واحد يعني يصلي مع السورة كله والله واحد في كل الركعات الجهري فإن لحاصل فراحوا لحضرت النبي قال فاسألوه لماذا يقرأ بها قال لأنها صفة الرحمن عشان كله والله واحد الله الصمد فقال له إيه اللحاصل قال فأخبروه بأن الله يحب فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيحبه أنت بقى بتقولي أننا لما بيصلي بقى مثل ثواب آه تقولي إيه بقى تقولي اللهم هب مثل ثواب قراءة القرآن لأبي وأمي يوصل لهم آي إن شاء الله يوصل لهم باتفاق يبقى تقول إيه اللهم هب مثل ثواب قراءة القرآن يوصل لهم يوصل لهم إن شاء الله كأنهم بيقرأوا واخر حاجة المبلغ اللي انت حطاه في المنك عشان تتجاوز بيه الاصل ان المبلغ ده لو كان الجواز قريب وكده كنا عن اعتبره انه خلاص هيتحط في الجواز فهيبقى خلاص ده اتمحطوط لقصات الجواز او اي شيء لكن اما ان المال ده متدخر والمال ده اتكمل لحاجة ضرورية وهي مسألة الجواز فانطلع عشرة في المية من الريع هو الاساس ان الاموال التي لا ينفق منها وتكون موجودة في البنك وهناك مصدر للرزق بننفق منه اخر يطلع 2.5% على المبلغ وعلى الريع لكن اما انك حطاه لهذا الغرض اللي هو الغرض الضروري وهو غرض الجواز فيقوم مقام ان انت بتنفقي منه فيبقى 10% من الريع ان شاء الله مستاذة اسمة من الجيزة تتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بشكر حضرتك جدا على حضرتك بتزيعه وعلى حضرتك بتوعي الأسر وربنا يبارك لك جدا الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا فانط ربنا يخليك يا رب عايز اسأل حضرتك كم سؤال معلش بحملني اول سؤال قالوا ان الخلع حرام لان الزوج ما بيقولش للزوجة انت طالق لا بس انت عشان الخلع بيحصل في المحكمة يعني ايوة بالزبط ما دي في حاجة اسمها الفرق الاجبارية بالزبط حضرتك لما يكون واحدة متعذبة ورميني وسيبني لما هو اصلا القاضي كمان بيطلق للضرر فيجوز ان هو يطلق للضرر ويجوز ان هو وكذا الله يا دكتور واحد بيحاول يكسب بنا على قد ما يقدر طيب ادي الخلع خلاص ادي اول سؤال السؤال التاني لا مش حرام ولا حاجة لو حصل ان حد رفع خلع بعد استحالة العشرة وتم ان القاضي خلعت الزوجة خلاص يبقى دوة صحيح وليس فيه اسم وهو صحيح والحمد لله بيبقى اشهار كده ان الواحدة خلاص اتطلق يا ست ما توسسيش خلاص ان المسألة خلاص انا عندي مبلغ في البنك تمام ساعات بعمل عليه الشهادة وساعات لأ بس انا ما عنديش دخل تاني خالص تمام بطلع منه نسبة بس هل ان انا اطلع النسبة كلها انا طبعا ساعات بتزيني وساعات معلش انت يحط اسف انت حط المبلغ ده في شهادة اه اه ساعات بحطه في شهادة لا بس ساعات بعد اذن حضرتك في مبلغ ومبلغ طيب المبلغ اللي فيه شهادة ده لو انت بتصرفي منه هتطلقي عشرة في المية من الريع كل ما ييجي الريع لو بيجي كل شهر لو بيجي كل تلات اشر لو بيجي كل ست اشر بطلع كل سنة اسمعيني طيب ما انا بقولك ايه اللي انت مفروض تعمليه عشان نقول ايه اذا كان اللي بتعمليه صح ولا فالله يبقى اذا كان الشهادة خلينا في الشهادة دلوقتي عتطلقي عشرة في المية عشرة في المية من الريع نفترض انه بيجيلك سبعمية جنيه او بيجيلك سبعة الاف جنيه من المبلغ ده كل شهر بيط يجي سبعة تلاف جنيه عن طلع منه سبعمائة جنيه كل ما ييجي مش كل سنة كل ما ييجي طيب اللي التاني بقى اللي في الحساب الاستثماري بقى اللي هو مش هادة اللي هو في الحساب الاستثماري ده عن طلع عليه اتنين ونصف في المية كل سنة ايوه خلاص فيمنا كده او تمام يبقى ده ينطلع منه اتنين ونصف في المية وده عن طلع منه ايه عشرة في المية من الريع خلاص كده كل ما ييجي متشكرة جدا عفوة ربنا يا حفاظك يا رب يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة ارجو ان احنا نتبناها ولو ان البرنامجنا ولا تعسره القرآن يا بنيني خرج بهذا المعنى انا عن نفسي اكون في غاية السرور وغاية السعادة وده هو اتمعنا من المعنى اللازم تتجدد في حياتنا وده حاجة لابد ان احنا نتجاوز ان احنا نتناقش فيها وهي ان الاسرة قيمة تعرفوا ليه بنقول ان الاسرة قيمة وتعرفوا ليه قلنا ان الاسرة هي افضل دائرة يحصل فيها التعاون على البر والتقوى لان الاسرة دي هي منة ربنا علينا ونعمة ربنا علينا والاحترام للاسرة وجعل الاسرة قيمة هو شكل من اشكار شكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي جات في قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجها لتسكنوا اليها هنا الاسرة هتتحول الى نعمة وتتحول الى قيمة احنا محتاجين الاسرة تتحول الى قيمة عشان نواجه كل مشاكلنا اللي احنا بنعيشها عشان الاولاد يتربوا على ان الاسرة ده معنى يضيف اليهم مش يخصم عليهم ان الزوج يتعلم ان الاسرة دي دي قيمة اضافية مش عبئة عليه كل ما نعمل كده كل ما نقدر نحافظ على كياننا ونحافظ على ايماننا أنا خايفه الآن لأن اللي احنا بنعيشه الأيام دي بيقلل قدسية الأسرة وبيقلل من مكانتها والقرآن بيعلي من مكانة الأسرة تعالوا نتعاون على البر والتقوى ونحافظ على الأسرة ونحترمها ونحطها في مكانها الصحيح نحطها على إن هي نعمة والنعمة دي لابد إن احنا نقوم بشكرها بإن احنا نحافظ عليها وندعمها وننتمي إليها وكمان نزود الروابط الأسرية بإن احنا نجتمع دايما في البيت على طاعة الله وعلى حب رسول الله وعلى كل المعاني الراقية فتتحول الأسرة إلى محضن للقيم وترجع الأسرة مرة تانية بتغذي أولادها بالنور والبركة لما تخرج أولادها أولاد يحملوا نور القيم ويعيشوا بنور الأخلاق مع حبيب الخلاق صلى الله عليه وآله وسلم يا رب اجعلنا دايما نقدس ما قدست ونعظم ما عظمت يا رب احنا عارفين أن أنت عظمت الأسرة فاجعلنا من من يعظمون الأسرة واجعلوها قيمة إضافية تفتح لنا باب شكر نعمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما في أسارنا من الصالحين ومع الصالحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة